موسيقى تبرير نزل الى بيته مبررا دون زاك يعني ايه مبرر يعني حكمت المحكمة ببراءة المتهم وده الفكر اللهوتي اللي موجود في رسائل بوليس الرسول رسيما رسالة روميا التبرير البار بالايمان يا حيا ممكن تشرح الكلمة كلمة تبرير يمكن كلمة شوية كبيرة على المشاهدين احنا لو رجعنا الى روميا اصحاح 3 وارينة عدد 24 والايات اللي بعده متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفار بالايمان بدمه لاظهار بره من اجل الصفحة عن الخطايا السالفة بامهال الله وفي اصحاح خمسة فاذ قد تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح التبرير هنا معتمد على الحياة الماضية حياتي قبل ما اعترف للرب كان شكلها ايه حياة نجسة حياة مملوئة من الخطيئة والكتاب المقدس واضح وفي رسالة روميا اصحاح 6 وعدد 23 لان اجرة الخطيئة هي ايه موت هي موت اللي يعمل الخطيئة موتا يموت دي اجرة الخطيئة الطرح في جهنم النار لكن هنا لاحظ اخ نزار اما هبت الله فحياة ابدية بالمسيح يسوع ربنا يبقى هنا في موت حكمت المحكمة على ايميل بطرس بالموت خلاص التبرير ما هو التبرير اظهار براءتي اني اطلع بريء طب ازاي انا اطلع بريء وانا اقترفت كل هذه الخطايا يأتي المسيح له كل المجن يحمل خطاياي كلها السرقة الزنا شرب الكحليات لعب الامار النظرات الشهوات حتى الخطايا اللسان الشتائم والقبائح والافكار الشريرة يحملها يسوع وذهب بها الى الصليب ودين يسوع بحسب هذه الخطايا اجرت الخطيبون فمات المسيح لاجلي المسيح مش بيقدم لي عفو لانه العفو دا مفهومه اني انا سبت اني مدان واني انا فعلا التهمة ثابتة علي فلو عفو عني يبقى خير وبركة ورحمة دا يعني رحمة من القضاء لكن هنا يقول لا دا بررني يعني طلعني من التهمة خالص شالها علي طب ازاي انا اتبرق قلب الايمان انا اسق بقى دا يسوع يحمل خطاياي ياخد كل معاصية ياخد كل شروري ويضعها على نفسه وهو اللي مات من اجلي فماتت خطاياي ومحاها وغطاها بدمه الكريم فانا اصبحت مبرأ تماما بار تماما يعني ايه الحكمة المحكمة ببراءة المتهم ليه لانه المسيح حمل في جسدي كل خطايا هذا الانسان ودفع عنها التمن واصبح هذا الانسان بار في نظر الله ليس عليه خطية غير مطالب باي نتيجة من نتائج الخطية لان المسيح مات ودفع الثمن كله من اجليه